هاي يا حلوين اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي هذا الفيديو طبعا متل ما شفتوا بالعنوان هو الجزء الثاني او الحلقة التانية او اللي بتكون سموها من سلسلة العناية بالبشرة للمبتدئين طبعا الفيديو الاول كتير كتير حبيتوه يلي لسه ما شافه ذاك الفيديو لازم تشوفوه لانه حكيت فيه نصايح وتيبس كتير كتير مفيدة وكتير مهمة لحتى من نبدأ نعتني ببشرتنا على السنة الجديدة فرابطة ذاك الفيديو حيكون تحت في صندوق الوصف وهلا اب ما ببلش بالفيديو تنسى تعملوا لايك للفيديو وعملولو الشير اذا حبتو اذا استفدتو منو وتحت بتعليقات اي شي حابين تحكوليها حتى نطور من هاي السلسلة بديريها تحت بالتعليقات وكمان لازم تعملوا سبسكرايب القناة وتابوني على سناف شات وعلى انستجرام وطبعا بعد كل هذا الحكي يلا نبلش هلا نصايح دفتري المشهور دفتري المشهور طبعا دائما كل شي بكتبوا عليه قبل ما اصوروا المهم اليوم رح احكيكم عن كتير اشياء نحنا لازم نساوية بحياتنا اليومية لحتنا تني ببشرتنا بغض النظر عن اي منتجات او اي يعني روتينز ولا اي شي هادة كل ياته انا حكيته بالجزء الاول سلازم تشوفوا الجزء الاول قبل ما تشوفوا هذا الجزء اول شغلة هح احكي عليها هي فراشي المكياج كل ياتنا بنستخدم تقريبا فراشي المكياج بيشكل كتير شوي يعني احيانا 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 ممكن نستخدم كل يوم ممكن نستخدم مرة الصباح مرة المساء ودائما فراشي المكياج عند اكتر العالم محطوطة على الكاونتر فلما تكون محطوطة على الكاونتر بتلقط غبرة من باقي الاشياء غير البرودكتسي اللي نحنا ما نحطه عليها كل يوم لهيك لازم يكون هدو الفراشي المكياج نضاف كتير ودائما دائما نضاف لانه اي شي بترسب عليهم رح ينتقل على بشرة وشنا وحيفوت لبشرة وشنا لان احنا والاهم من فراشي المكياج بكتير اللي هي البيوتي بلندر البيوتي بلندر في كتير عالم عملوا عليها يعني فيديوهات بعض ما قصوها وكانت وصخها وما بعرف شو فيه جراسي مو هيك فالبيوتي بلندر من اكتر الاشياء اللي ممكن تتوسخ لانه ممكن تكون نضيفها من برا ووسخها كتير من جوه او مرسب بقلبه اشياء فلازم نحنا دائما دائما نعتني فيها وننظفها طبعا اذا كانت كتير سيئة بلاها من كبه ومنشتري شي جديد فيه عنا كتير عالم بساوا وكتير عالم ما بيهتموا فيها وبينسوا الموضوع طبعا اللي هي الشيتز تبع تخوت يعني الشراشف وجوه المخدات نحنا كل يوم من نام كل يوم منعرق على التخت مثلا ممكن وكل يوم الاشياء اللي بوشنا بتنحط على التخت مثلا شعرك نسيانة تتحمي ميه او شعرك مزيد او فيه غبرة او اي شي كل شي بيكون عتخذ دائما دائما بنرجع من الشغل بنتسطح ممكن فهدا الشي كل ياتوا بنتقل على بشرة جسمنا وبشرة وشنا لهيك لازم هدول يكونوا كتير كتير نضاف اذا قدرتوا مرة بالاسبوع اذا ما قدرتوا مرة كل اسبوعين بس لازم 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 تنتبهوا وتحطوا جدول انه ينغسلوا هدول لانه احيانا بننساهم ثلاثة اسابيع وشهر وبيخمخ مو ونحن ما بعدين ما بنعرف ليش عم توصق فشرتنا وليش عم طلعنا الخطوة اللي بعدها هي الخطوة اليومية اللي كتير كتير مهمة اللي حكيت عليها بالفيديو الاول هو انه نحن نعمل روتين صباحي وروتين مسائي روتين الصباحي وروتين المسائي بغض النظر اذا بدك تكتري كتير product ولا لا لازم يكونوا بالطريقة الصحيحة يعني اول شي الغسول بعدين التونر بعدين الموسترايزر بعدين كريم العيون وكله لازم تحطيه بالطريقة الصحيحة يعني لما تغسلي وشك بايدك ولا باي منتج لازم يكون بشكل دائري لما بدك تحطي التونر حاولي تعملي شوي مساج له وشك شعين تحرك الدم بطريقة صحيحة طبعا انا بحب بلش غسل اول شي بمي صخنة قبل ما حطلي كلنزر بعدين بحطلي كلنزر بعدين بغسله بمي الباردة كتير كتير مهم هاي الشغلة بالمي الصخنة حتى تفتح المسامات بالبين الباردة لحتى تسكر المسامات وبعدين وانا عم حط الموسترايزر اللي هو المرتب الصباحي ولا الليلي لازم يكون نحاول نعمل نحنا مساج لبشرتنا لحتى يتحرك الدم ويفوت الproducts بالطريقة الصحيحة على البشرة وبعد هيك طبعا نستخدم كريم لعيون كمان نحاول كتير نكون جنتل على وشنا واهم شغلي قبل كل هدول طبعا اذا كنتو عم تساول روتين ليلي لازم تمسحوا المكياج تمسحوا كل زرة مكياج على وجهكم بعدين اشياء اعتيادية مثل شرب المي لازم شرب مي كتير طول النهار قد ما فيك تحاول يدلك تشرب مي طول النهار يعني انا مرة نزلت جدول على الانستغرام كيف نحنا لازم نشرب مي خلال طول النهار 8 كاسات يوميا او اكتر لازم الواحد يشربه بكل وقت نزلت قديش نحنا لازم نشرب شاكوا الانستغرام تبعي حتى تعرفوا هذول اشياء احكتبكم يا تحت الصندوق الوصف وبيكون باخر الفيديو لبعده النوم المجيد طبعا النوم الجيد يعني حوالي 7-8 ساعات كل يوم كتير عالم وانا منكن على فكرة انا كتير بحب السهر وبنسأ اني نام وبدي خلقي من النوم فبحس اني يعني هلأ صراحة بعدني بالعشرينات وبلش يطلع لي سواد حوالين عيوني وان شاء الله هذا فيديو رح يكون لحاله بس على سواد حوالين العيون لان اللي هلأ عم حاول لاقي حل طلعوا وماعد راحوا يعني عنجد في عندي سواد حوالين العيون وانتفاخ تحت العين بشكل فضيع بس لاني انا عم بسهر وصار شغلي يعني للأسف صار شغلي كون دائما لازم اطلع من البيت الصبح بكير فهذا الشي خربط لحياتي لانه نومي مو منتظم فلهيك نصيحة نصيحة نظموا نومكن كل يوم حددوا ساعتنا وفيه او ساعت فيه وفيه الشغلة اللي بعده انا وانتو وبصراحة كتير كتير ما بننتباه عليها كتير نحنا بنستخدم التليفون بشكل دوري كل يوم من الصبح للمساء الايباد اللابتوب كل شي نحنا هدول اشياء اللي نحنا بنستخدمه بشكل دوري كل يوم كمان هدول لازم يكونوا نضاف انتي عم تمسك التليفون تحكي فيه يعني التليفون كله غبره كله بندي ينتقل على بشرة وشك او على ايديكي ومن ايديكي على وشك كتير كتير هاي الاشياء لازم نحنا نتباه عليها ونحاول دائما دائما كل ما صحيح لنا الفرصة ونحنا قادي نحاول نمسح التليفون او نمسح الايباد نمسح اللابتوب دائما دائما عن جد انتبهوا عليها لانه هاي ماسكات كل اسبوع من مرة لمرتين لما تلاقي حالك سهرانة ما عندك شي حطي ماسك لما تلاقي حالك قاعدة ما عندك شي حطي ماسك الماسكات اللي بتمباع بالسوق للترطيب ولا للتأشير ولا للتنظيف يعني ما حاقلكم بشكل دوري لانه لسه ما جربت شي منتظم واستفدت عليه بس لازم يعني بشرة من كل فترة لفترة بتحتاج هيك اكسترا عناية فحاولوا تعملوا ماسكات وانتوا سهرانين فيه الماسكات اللي ورا او الماسكات اللي بتمدوهم الماسك الطيني كل هدول الاشياء ممكن تفيد بشرتكن مو بشكل منتظم فيكن تحطو مرة لمرتين بالاسبوع على فضاوتكن يعني لانه لسه ان شاء الله على الاشياء المنتظمة حيحكي عليها بالفيديوهات القادمة ان شاء الله بس لانه اجربها واستفيدة عليها وصور لكم ياها ان شاء الله لكم وصلنا النهاية الفيديو هدا كان كل شي اليوم شاو تكونوا استفدتوا واستمتعتوا استفدتوا طبعا اهم شغلي عندي انه تستفيدوا من الفيديوهات اللي انا بساوية واستمتعتوا لاني بحب ان تكونوا مبسوطين انتو عم تشوفوا فيديوهاتي اذا حبيتوا هذا الفيديو طبعا ما بدكن وصيعي شايروا الفيديو مع كل رفقاتكم شايروا القناة حتى كل ياتنا نستفيد سوا كل ياتنا منتعلم سوا كتير اشياء من هاي الاشياء انا ما كنت بعرفها وما كنت انا ساوية بانتظام يعني كنت ساوية بس ما كنت ساوية بانتظام هلا بعد ما صرت ساوية بانتظام الحمدلله كل حياتي فرقت بتمنى انكم تصيروا تساوي هاي الاشياء واذا في اشياء تانية ممكن تساعدنا بالبشرة اكتر كمان اكتبوا لي تحت بالتعليقات وبحبكم كتير 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 وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي لا تنسوا تتابعوني على سناب شات وعلى انستغرام بايد بايد